اشتركوا في القناة وسعادة السيد محمد عبداللطيف بن جلال رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى ورحب سموه بالأمير نواف بن محمد آل سعود منوها سموه بالجهود التي يبذلها الاتحاد الدولي لألعاب القوى لدعم وتطوير أم الألعاب في مختلف دول العالم مؤكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى بما يخدم مسيرة اللعبة ويطورها إلى المزيد من التقدم مشيدا سموه بما يقوم به الاتحاد الدولي من جهود واضحة شملت كافة أركان اللعبة وأثنى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على البصمات التي قدمها وما زال يقدمها الأمير نواف بن محمد آل سعود في خدمة رياضة ألعاب القوى إقليميا وقاريا ودوليا العالمية وبدوره توجه الأمير نواف بن محمد آل سعود بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال مشيدا سموه بالمكانة المتميزة لألعاب القوى البحرينية وما حققته من إنجازات عالمية وقارية وإقليمية جعلت من مملكة البحرين في طليعة الدول المتقدمة في اللعبة متمنيا لمملكة البحرين المزيدة من التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر